السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام متابعي القناة على اليوتيوب عالم النحل أبايا والصفحة على فيسبوك تربية النحل وإلى السطيف الجزائرية الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصدقائي الكرام لدينا هذه الخلية الخضراء التي أمامكم هي خلية ضعيفة بدأت تضعف تدريجيا لماذا؟ لأنها مصابة بمرض الحضنة الطباشري مرض الحضنة الطباشري تستطيع خلية نحل يعني أن تعالج نفسها بنفسها فقط يجب أن تكون مضغوطة عندها التغطية المناسبة وكذلك التغطية الجيدة إذن هذا فيما يخص مرض الحضنة الطباشري بدأ ينقص المرض يعني في كل مرة نظف قاعدة الصندوق ونلقي نظرة على الخلية ولكن بدأ ينقص الطريقة المثلة لكي نحافظ على هذا النوع من الخلايا الضعيفة نحافظ عليه في فصل الشتاء طريقة سهلة جدا عند فحصي للخلية وجدت أن مخزون العسل قليل جدا إذن في هذه الحالة يتدخل النحل ويبدأ بتقديم بعض الأعمال أو مساعدة لهذا النحل لكي يكافح ويستمر في فصل الشتاء المنطقة باردة يعني مقارنة بالمناطق الدافئة النحل راح في نشاط أما المناطق الباردة في الجزائر فالنحل ما زال ضعيف والانطلاق الفعلية للنحل إن شاء الله تكون في الشهر ثلاثة إذن سنفتع على الخلية ونبدأ مع بعضنا البعض بسم الله تدخين لكي يكون في الجزائر القليل ننزع الغيطاء هذا خلية قلنا على ثلاثة أرىت ضعيفة جدا هذه خلية لنجسروث وأحولتها الخلية عرضية يعني الباب في الطول تأتي الصندوق شوفوا عندها شوية حضنة نحل ضعيف لا يمكن تقوية النحل الآن بالحضنة لأن الحضنة قليلة فالإطارات هذا إطار حضنة هذا يبقى هنا المهم أن أو يجب النحل تقديم الدعم لهذه الخلية لكي تستمر هذا وكل شيء وعندما ينتهي الشتاء مع دخول الربيع هناك كلام آخر إذن فيها نحل آل الملكة ملكة هذه الصحراوية خط الملكة هنا بهدوء نحاول دائما أننا نحافظ على الخلية الضعيفة هذه تمر حتى تمر فترة الشتاء عندها شوية عسل هنا قليل يعني لو نقوم بإحصاء الخلية بإطارين فقط يعني نحن نقول أن الخلية بثلاث إطارات ولكن هي بإطارين نبدأ بالأعمال الثانية أعمال بسيطة جدا الأعمال الأول نجلب إطار عسل هذا إطار عسل نزعته من خلايا قوية مختوم في الأعلى ومن هنا القليل نقوم بوضع شقوق أو خطوط هنا في العسل هذا المختوم لكي يستهلكه نحل نحل يعني رأى محتاج تغذية المخزون تعه قليل جدا بهذه الطريقة ويوضع جنب الإطارات هكذا هذا العمل الأول وضعنا للخلية العسل هذا إطار عسل هذا فيه قليل من الحضان أو هذا عسل نلقنا الهدف هو طريقة الحفاظ على الخلية الضعيفة لكي تبقى يعني لكي أو الحفاظ عليها لتبقى محافظة على القوة أو قوة أو الكثافة النحلية هذا هو الهدف إذن وضعت إطار إطار عسل هذا العمل شوفوا طار العمل الثاني العمل الثاني ننظف القاعدة ننظف القاعدة حتى لا نجهد النحل عندما ينظف القاعدة يعني يلتا النحل بالإطارات ننظف القاعدة لها بقايا قليلة جدا يعني ماش حاجة كبيرة إذن هكذا الصندوق را نضيف ننحل قليل ما عندناش حل أننا نقوي الخالية بالحضنة ولكن يمكن إذا عندك مثلا خالية فيها حضنة مفتوحة تقدر تقوي الخالية هذه تقريبا شوية الخالية معظمهم خالية متوسطة أو فوق المتوسط بقليل أو ضايفة إذن ما عنديش حل هنا لأن هذا النحل هذا سلالة مغاير للنحل التلي هذا سلالة النحل الصحراوي نكمل العمل الآن نجيب الكاندي كاندي السكري أي كاندي السكري نضحها مباشرة فوق الإطارات نضع ثقب ثقب هنا ونضع التغذية تغذية الكاندي هنا يعطيناها إطار عسل وعطيناها الكاندي بإطار هذا الذي أضفته حتى ولو لم يغطي النحل فهذا عادي جدا لأنه إطار عسل وليس إطار حضانة الآن ماذا أفعل سأقوم الآن بتغذية خالية تعطية أولى بالخيش بهذا الشكل هذا الأول تعطية أولى بعد ذلك نغطي بهذا الكيس على الأقل يساعد الخالية في تعديل درجة حرارة الداخلية لداخل الصند وقف داخل الخالية نغطي الخالية نضع الحجارة إذن بهذا الشكل أكملنا العمل قمنا بتنظيف القاعدة الخالية إنقاس إطار إطار فارغ وتعويضه بإطار عسل عسل فيه جزء مختوم ووضع الكاندي للخالية وتغطية الخالية الآن خالية كما تشاهدون نقصة كثافة عندها التغذية وعندها العسل إن شاء الله تطور وتبقى في المتابعة والمرة القادمة إن شاء الله سأقوم بوضع علاج للفروة طبيعيا شكر لكم وإلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر